السوديوم الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون حوالي 600 ميلي جرام و600 ميلي جرام ده يعني حاجة بسيطة قوي كده من ملح الطعام يعني بسيطة لا تذكر مهمة السوديوم الأساسية اللي بيشترك فيها مع البوتاسيوم هو تنظيم السوائل والتوازن الحمضي القلوي في الجسم والحفاظ على صحة العضلات والأعصاب أهم مصادر السوديوم ملح الطعام زي ما لسه بقول لكم اللحوم المجففة بس دي لا تفضل قوي في الحمل فعشان كده حتى أهمة طبية يعني اللحم المقدد اللي هو متحمر أو متشوح ونشف السمك المدخن بس برضو ده لا نكثر منه الزتون، الصلصة، الجبنة، الزبت طيب، إيه العنصر اللي بعد كده من المعادن المهمة أوي؟ إيه البوتاسيوم؟ الاحتياج اليومي من البوتاسيوم خلال الحمل بيكون 3500 ميلي جرام مهمته زي ما لسه يليم مع السوديوم استقرار ضغط الدم وانتظام ضربات القلب وضمان الحفاظ على معدل صرايان الدم في الجسم بشكل مثالي أهم مصادر الغذائية أهم مصادر البوتاسيوم الموز على الإطلاق أهم حاجة طبعا موجود في التفاح موجود في الجزر موجود في البطاطس موجود في البروكلي موجود في الطمر موجود في البرتقال موجود في السمك موجود في اللحمة والفراخ والحليب والزبادي لكن أهم العناصر موجود في البطاطا كمان أهم العناصر على الإطلاق الموز الموز غني جدا بالبوتاسيوم جدا فأي حد يعني عايز يمد جسمه بالبوتاسيوم بشكل صحيح يأكل موز تحديدا يعني يأكل من ثمرتين إلى ثلاثة في اليوم تمام كده؟ طيب المعدن اللي بعد كده هو الكلورايد واحتياجنا اليوم له خلال الحمل بيكون 2500 ميلي جرام أهم وظائفه هي الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي داخل الجسم بالتعاون طبعا مع السوديوم والبوتاسيوم أهم مصادره ملح الطعام والزاتون وصلصة الطماطم والجبنة والفول السوداني أما آخر المعادن الأساسية فهو معدن الكبريت أو ما يعرف بمعدن الجمال والحقيقة بيصعب تحديد الكمية المطلوبة منه خلال الحمل أو في الأحوال العادية لأن الحصول عليه بيكون من خلال البروتينات وبالتالي فمصادره هي البيض واللحوم والسمك والفراخ والقلب والكلاوي والكبدة وخضروات زي السبانخ والكروم والفواكه المجففة والمكسرات الكبريت بترجع أهميته إلى أنه عنصر أساسي لصحة الشعر والبشرة والأظافر وضروري برضو للاستفادة من البروتينات ده غير أنه هو من مضادات الأكسادة القوية دول كانوا مجموعة المعادن الأساسية طيب مجموعة المعادن الندرة بقى اخترنا لحضراتكم منهم أهم تمانية وعايز أقولكم بس معلومة أن المعادن الندرة دي يعني مش نادرة الوجود لا هي موجودة لكن ندرة يعني إيه في الطب يعني ندرة يعني الجسم محتاج منها كمات قليلة قوي عشان كده اسمها ندرة يعني هي احتياجنا لها احنا نادر يعني حاجات بسيطة بس مهم احتياجنا قليل بس مهم فلازم يتغط ايه بقى أهم عناصر المعادن الندرة الحديد والزينك والنحاس والمانجانيز واليود والكروم والفلورايد والسيلينيوم تماني يوم نبدأ على طول الحديد احتياجنا اليوم منه خلال الحمل بيكون من تمانية إلى 14 ميلي جرام وظيفه في منتهى الأهمية هو المسؤول عن نقل الأكسوجين في الجسم ومسؤول عن صحة كرات الدم الحمرة وتنشيط جهاز المناعة وإنتاج الطاقة واستقرار النشاط الزهني الحديد له مصادر حيوانية وده اللي بيمتص أسهل في الجسم زي اللحمة الحمرة والكبدة والفراخ والسمك والبيض لكن له برضو مصادر نباتية مهمة قوي زي السبانخ والمشمش المجفف والكمترة والموز والتفاح والجرجير والبتنجان ومؤخرا تم اكتشاف وجود الحديد في مسحوق الككاو كمان الحديد مهم جدا يعني بالتحديد للسيدات والبنات بشكل عام لأنهم بيفقدوا كميات من الدم خلال الدورة الشهرية عشان كده في بعض السيدات أثناء الحمل بيحتاجوا لجرعات إضافية من الحديد على فكرة الحديد كمان موجود في حاجات تانية مهمة أو موجود في الأرسيا تمام موجود في غير الأرسيا كمان احنا قلنا موجود في الكبدة يعني في حاجات موجود في الطمر يعني فيه حاجات مهمة قوي موجود في الرمان يعني الحاجات دي مصادر غذائية مهمة قوي للحديد طيب تاني عنصر من العناصر المعادن الندرة هو عنصر الزينك واحتياجنا اليومي من الزينك في الحمل بيكون 7 ملي جرام الزينك دوره أنه هو عنصر أساسي طبعا غير أنه هو القلب النابد لجهاز المناعة هو عنصر أساسي في تحسين الشهية والمحافظة على إحساس الطعم والروائح يعني أنه نحس بالطعم ورحت الأشياء كمان هو زي ما أقول لكم منشط رهيب لجهاز المناعة غير أنه بيحافظ على صحة العنين والبشرة والأظافر كمان بيساعد جدا على توازن نشاط الإنزيمات في الجسم ده غير أنه بيساعد على إتمام عمل فيتامينات A وD طيب أهم مصادر الزينك إيه اللحوم الحمرة الكبدة الكلاوي الفراخ البيض مشتقات الحليب المكسرات الخضروات الخضرة كمان موجود في التوم والزعتر موجودين مهم قوي موجود كمان في الينسون خلاص كده ده كانت أهم مصادر موجود كمان في الشوكولاتة الدارك الشوكولاتة الداكنة مصدر مهم جدا من مصادر الزينك العنصر اللي بعد كده هو عنصر النحاس الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون 1.2 ميلي جرام والنحاس ضروري جدا لحرق الدهون واستخلاص الطاقة منها ده غير أنه هو أهم جدا لسلامة عضلة القلب وتنشيط المناعة وتركيب الأنسجة بيدخل على فكرة في صنع الميلانين والميلانين هو المسؤول عن لون الجلد وكمان بيدخل في تصنيع أخشية خلايا كرات الدم الحمر أهم مصادره الكبدة الكلاوي المكسرات الخوخ تمام كده؟ العنصر اللي بعد كده المنجنيس احتياجنا اليومي أو احتياجك اليومي من المنجنيس خلال الحمل بيكون 1.4 ميلي جرام وبيعتبر من أهم عوامل يعني مضادات الأكسادة أو منع الأكسادة طبعا بالاشتراك مع الزينك والنحاس ده غير أنه هو بيساعد على حرق الكربوهايدريت اللي هي المواد النشوية وبيساعد على حرق الدهون وضروري جدا لنشاط المخ أهم مصادره المكسرات بأنواع السمسم البقول كلها التوت السبانخ طيب إيه العنصر اللي بعد كده؟ اليود الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون 140 ميكرو جرام وهو المسؤول الأساسي اللي يود ده المسؤول عن تكوين هرمونات الغدة الدرقية اللي بتنظم كل عمليات الميتابوليزم الهدم والبنائي الناس كلها بتقول الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي مهمة في إيه؟ الغدة الدرقية دي المسؤولة عن شكل جسمك أو شكل جسمك لأنها المسؤولة عن عمليات الميتابوليزم اللي هو حرق الأكل أصل فاللي عندهم مشكلات في الغدة الدرقية لما بتتعالج بتبقى خلاص الأمور زي الفل بيبقى عندهم مشاكل في عملية الميتابوليزم فدايما بيبقى عندهم مشاكل في الجسم وفي البنية الجسمية بتاعته بالإضافة إلى أنه مهم كمان في تعزيز تركيب البروتينات أهم مصادره الملح المعزز باليود الأناناس مهم قوي البيض الحليب ومشتقاته أما الكروم فواحد برضو من العناصر الندرة احتياجنا اليوم منه في الحمل بيكون 25 مايكرو جرام وأهميته أنه ضروري لعمل الإنسولين داخل الجسم يعني بيساعد أن الإنسولين الطبيعي يشتغل وبيساعد كمان على دخول الجلوكوز داخل الخلايا وبيشارك في حرق الدهون وبيشارك في حرق البروتينات وتصنيع هرمونات الجسم أهم مصادره صفار البيض واللحمة الحمرة والكبدة والمكسرات والبطاطس والسبانخ أنا لما بقول بطاطس بالمناسبة أقصد البطاطس المسلوقة أو البطاطس المشوية خلاص كمان موجود في البرتقال موجود في التفاح وخصوصاً القشرة يعني قشرة التفاح مش لازم يعني التفاح مش لازم يتأشر خلوا بالكوا قوي من معلومة دي لأن فيه ناس كتير قوي يقول لك ما بحبش أكل القشرة بتاع التفاح وخصوصاً حتى لما بنتديه للأطفال فيقوموا يقشروه لا القشرة مهمة العنصر اللي بعد كده هو عنصر الفلورايد وما فيش قياس محدد للاحتياج اليومي له خلال الحمل ودوره الرئيسي هو منع تسوس الأسنان ومنع تلونها بالإضافة لتقوية العظام مصادره هي أنواع معجون الأسنان اللي بتبقى مدعمة بالفلورايد والجبنة الشيدر والحليب أما آخر العناصر أو آخر المعادن الندرة هو عنصر السيلينيوم وده احتياجنا اليومي منه خلال الحمل بيكون 60 مايكرو جرام وبيعتبر السيلينيوم بالاشتراك مع فيتامين E من أهم المصادر الخاصة أو من أهم العناصر الخاصة بتكوين الأنزيمات المضادة للأكسادة بشكل عام بالإضافة لأهميته الشديدة في تركيب هرمونات الغدة الضرقية مصادره الرئيسية مصادر السيلينيوم الرئيسية هي الكبدة والكلاوي والبيض والخبز الأصمر واللحوم الحمرة والمكسرات وتحديدا عين الجمل اللي هو الجوز تمام؟ المعادن يا جماعة كده احنا خلصنا المعادن المعادن من أهم العناصر اللي بيحتاجها جسمك وجسم الجنين طوال فترة الحمل وخليكي دايما فكرة إن الكميات الصغيرة اللي بتحتاجيها دي وبالتالي اللي بيحتاجها الجنين من خلالك ممكن الحصول عليها بكل سهولة زي ما قلنا من خلال تطبيق نصايحنا اللي قلناها دلوقتي واللي هتضمن لكم التوازن والغذاء الصحي خلال شهور الحمل لو رجعنا نفكر كده بالراحة شوية هتلاقوا رحمة ربنا كبيرة جدا جدا طبعا رحمة ربنا في كل حاجة بس شوفوا الحاجات المعادن والفيتامينات أهميتها قد ايه؟ قد ايه مهمة خلاص؟ بس قد ايه متنوعة في المصادر؟ صح ولا غلط؟ يعني شوفوا ياه كل عنصر منهم اللي احنا قلناه ده لهو وظايف رهيبة خلاص؟ لكن شوفوا بقى رحمة ربنا ان كل عنصر برضو شوفوا كمية المواد الغذائية اللي ممكن تكون بتحتوي على هذا العنصر وفرايتي زي ما بيقولوا يعني أو زي ما بنقول مختلفة تماما من الشرق للغرب خضروات وفواكه وبروتينات ولحوم وأسماء كله موجود كله عشان يعني ايه اللي ما بيحبش حاجة يلاقيها في حاجة تاني تاني حاجة ان الكميات اللي الجسم بيحتاجها كميات ضئيلة جدا جدا لكن هذه الكميات الضئيلة جدا كافية انها تخلي صحة حضرتك خلال الحمل وبعد كده وصحة الجنين خلال الحمل وبعد كده لما يتولد في حالة صحية ممتازة يبقى المفروض نعمل ايه؟ المعرفة بقى العلم عرفنا المعلومة خلاص؟ على فكرة ناس كتير قوي لما بتسمع الكلام ده بيقولوا ايه؟ يا انا كنت باخد كمية أدوية انا شخصيا قابلت ناس كده يعني ليه انا كنت باخد كل الأدوية دي؟ ليه كنت باخد كل الأدوية دي؟ ملأك لمليان المصادر دي وانا الحمد لله قادر ان انا يكل او انا قادر ان انا يكل او مائل زق فاهمين قصدي؟ يبقى جماعة بلاش استسهال وبلاش برضو ايه؟ يعني تضغطوا على الأطباء في انه اكتبوا لنا فيتامينات اكتبوا لنا انا بتكلم عن فكرة بشكل عام دلوقتي خلاص مش بتكلم عن الحمل بس بتكلم عن الحمل وبتكلم مع أطفالنا والكلام ده كله ما تهتموا بالأكل أكتر بالأكل بالمصادر الغذائية وانه كمان مش كمياته الانواع بس نبقى عارفينها والكميات دي هتغطي اي كمية صغيرة هتغطي احتياجات جسمين ودي واحدة من المعجزات الالهية تمام؟ الحمد لله ان احنا خلصنا مع حضراتكم هذا الملف العظيم الكبير ملف المعلومات الخاصة بالحمل بفترة الحمل وكل ما يجب معرفته عن هذه المرحلة الأعظم في تاريخ كل أسرة ربنا ان شاء الله يعني يجعل في كلامنا كده استفادة كبيرة لحضراتكم وتكونوا قادرين على تنفيذ هذه النصائح واللي قد منها لكم بكل إخلاص وكل أمانة وبكل تطقيق ارجعوا لهذه المعلومات في أي وقت على وسائل التواصل ارجعوا للمعلومات دي لما تحبوا تتأكدوا أو تحبوا تستنيروا بحاجة تمام؟ طبقوا هذه المعلومات شاركوا هذه المعلومات حتى مع أطباقكم اللي بتتبعوهم اللي بتتبعوا معاهم هيقولوا لكم الحاجات دي صح ولازم نعمل كذا ونعمل كذا وفي الآخر يعني نعمل اللي علينا ونترك الباقي على الله سبحانه وتعالى نسأل الله الصحة والعافية لنا وأولادنا ولكل الناس يا رب بإذن الله من الحلقة الجاية بقى خلاص هنرجع بقى عودة يعني إلى المسار الطبيعي هنرجع بقى لموضوعاتنا الخاصة بالأطفال سواء من ناحية الفيسيولوجية أو من ناحية المرضية لقدر الله أو من ناحية الاجتماعية أو السلوكية أو النفسية استمتعت جدا بتقديم هذه الحلقات مع حضراتكم وإن شاء الله نشوفكم على كل خير الأسبوع القادم وحلقة جديدة من يوحكا أننا سلام عليكم اشتركوا في القناة